إصرار تل أبيب على مواجهة التمدد الإيراني في سوريا واقتراب نشاطات طهران من جبهة الجولان أثار قلق موسكو من احتمال التصعيد في منطقة الشرق الأوسط ما دفع نائب وزير الخارجية الروسي ميخايل بوكدانوف للدعوة إلى التهدئة نافياً علمه بوجود قاعدة عسكرية إيرانية في مطار التيفور قرب تدمر موسكو الممسكة بأوراق اللعبة في سوريا هي الجهة القادرة على وقف المواجهة عند الحدود بحسب مايكل أورين نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي للشؤون السياسية معتبراً أن أحداً ليس لديه مصلحة باندلاع حرب أورين طالب موسكو كذلك بالضغط بقوة على النظام وإيران لإيقاف استفزازاتهم تصريحات أورين سبقتها رسائل إسرائيلية شديدة لهجة لإيران عبر عدة دول أوروبية بشأن نشاطاتها في لبنان وسوريا من ناحية نقل الأسلحة والأنشطة العسكرية قرب الجولان المحتل بحسب الصحافة الإسرائيلية إيران من جانبها أكدت على لسان على أكبر ولاية مستشار خامنئي استمرار وجودها في سوريا دون قبول شروط في ذلك الصدد محذراً من أن أي اعتداء إسرائيلي لن يمر دون رد دولياً دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون موسكو إلى الضغط على طهران لوقف أعمالها الاستفزازية في المنطقة وكانت الولايات المتحدة الأمريكية بدورها أكدت دعمها لتل أبيب في حماية حدودها من النشاطات الإيرانية في سوريا ترجمة نانسي قنقر